درس اليوم عن قانون جراهام الخاص بانتشار الغازات ذهب مراد في رحلة كشفية وأشعل ناراً ووضع عليها قدراً ليطهو الطعام تذكر مراد حديث معلمي عن الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي وبدأ يفكر لو كان في القدر بدل الطعام جزيئات غاز الأكسجين والتي يتكون كل جزيء منها من ذرتين أكسجين ومعها أيضاً جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتكون من ذرة كربون ترتبط بذرتين أكسجين هكذا وكانت كمية الغازين متساوية أي أن نصف هذه الجزيئات أكسجين ونصفها الآخر ثاني أكسيد الكربون يقف مراد على مسافة ثلاث أمتار تقريباً من القدر فإذا أتى أحدهم ورفع الغطاء عن القدر ما هي الجزيئات التي تغادر اللعاء بسرعة أكبر وتقبع هذه المسافة في زمن أقل؟ جزيئات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون لن تكون وحدها فأثناء انتشارها في الجو ستصطدم بجزيئات الغازات الأخرى الموجودة والتي تتحرك باستمرار وبجميع الاتجاهات مما سيعيق حركة جزيئات ثاني أكسيد الكربون والأكسجين ويبطئ من حركتهما على سبيل المثال غاز النايتروجين يشكل 79% من الهواء لذا فجزيئاته هي الأكثر عدداً بالإضافة إلى ذلك يستطيع جزيء النايتروجين الواحد الانتقال من مكان إلى آخر بسرعة تصل إلى 1600 كم في الساعة لكن هذا يحدث نظرياً بسبب وجود جزيئات أخرى حوله تتحرك في جميع الاتجاهات وتتصادم ببعضها فتعيق بعضها البعض لذا فإن حركة الغازات وانتقالها ببطء من مكان إلى آخر تسمى انتشار لكن هل تختلف سرعة انتشار الغازات باختلاف مكوناتها؟ أي هل تنتشر جزيئات الأكسجين بسرعة أكبر من جزيئات ثاني أكسيد الكربون؟ بما أنهما ينتقلان من مكان إلى آخر فهذا يعني أنهما يمتلكان طاقة حركية وبما أن القدر موضوع على نار مشتعلة هذا يدل على أن الجزيئات اكتسبت طاقة حرارية وجود الغازين في نفس القدر وبنفس الكمية يعني أنهما تعرضا للظروف نفسها واكتسبا المقدار نفسه من الطاقة الحرارية التي تحولت إلى طاقة حركية لذا فحسب قانون الطاقة الحركية اكتسبت جزيئات الأكسجين طاقة مقدارها نصف في كتلة الأكسجين ضرب مربع السرعة المتجهة لجزيئات الأكسجين وهي مساوية للطاقة التي اكتسبتها جزيئات ثاني أكسيد الكربون وهي نصف في كتلة جزيئات ثاني أكسيد الكربون في السرعة المتجهة لكن القدر لا يحتوي على جزيء واحد من كل غاز بل العديد من الجزيئات لذا بدلا من الكتلة يجب استخدام الوزن الجزيئي وبدلا من السرعة المتجهة يجب استخدام معدل الانتشار لأن الجزيئات ستنتشر في الهواء إذا افترضتم أن الأكسجين هو الجزيء واحد وثاني أكسيد الكربون هو الجزيء اثنان يمكن إعادة كتابة المعادلة كالتالي هذه نصف في الوزن الجزيئي واحد ضرب معدل انتشار الجزيئ الأول تربيع ويساوي نصف ضرب الوزن الجزيئي للجزيئ الثاني ضرب معدل انتشاره تربيع يمكن التخلص من الأنصاف بضرب طرفي المعادلة باثنين ثم قموا بترتيب المعادلة مرة أخرى بحيث تكون المتغيرات المتشابهة في نفس الطرف هذا معدل انتشار الجزيئ الأول على معدل انتشار الجزيئ الثاني يساوي الوزن الجزيئي للجزيئ الثاني على الوزن الجزيئي للجزيئ الأول تخلصوا من التربيع باستخدام الجذر التربيعي هذا هو قانون غراهام لاحظوا أن قانون غراهام يشبه كثيراً قانون الطاقة الحركية ولكنه يتناسب مع الجزيئات إذا تفحصتم القانون تجدون أن معدل انتشار أي جزي يتناسب عكسياً مع الجذر التربيعي لوزنه الجزيئي يمكنكم تطبيق القانون لمعرفة من من جزيئات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون أسرع إذا عدتم إلى الجدول الدوري تجدون أن الوزن الجزيئي لعنصر الأكسجين 16 وللكربون 12 إذن الوزن الجزيئي للأكسجين يساوي 16 في 2 لأنه يتكون من ذرتين ويساوي 32 وثاني أكسيد الكربون يتكون من ذرتين أكسجين وزنهما الجزيئي 32 زائد ذرة كربون وزنها 12 المجموع 44 هذه الأوزان الجزيئية لثاني أكسيد الكربون والأكسجين لمعرفة من منهما أسرع عوضوا الأوزان الجزيئية في قانون جراهام هذا معدل انتشار الجزيئ الأول هو معدل انتشار الأكسجين هذه أوتو للدلالة على ذلك يساوي الجذر التربيعي للوزن الجزيئي لثاني أكسيد الكربون 44 على الوزن الجزيئي للأكسجين ضرب معدل انتشار ثاني أكسيد الكربون ويمكن الإشارة إليه بـ CO2 ويساوي 1.17 ضرب معدل انتشار ثاني أكسيد الكربون وتعني أن الأكسجين ينتشر أسرع من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.17 لاحظوا أن هذا يعني كلما قل الوزن الجزيئي ازدادت سرعة انتشار الجزيئ ترجمة نانسي قنقر